أول شغلة الواحد شو يخطر لباله ونحكي عن طفرة أو موتاشنز حقيقة اللي يخطر لباله واحدا شيء خارج عن المألوف لما نقول هالأولاء الأسرة جابت كل أولاد شؤر على سبيلها طلعوا ولد أثمر غامق شيء خارج كلهم أسكياء طلعوا واحد فاشل مثلا تلاقي طفرة هو شيء خارج عن المألوف ترجمتها هي هي أي تغير حقيقة بالمادة الوراثية هالتغير هاد ممكن يكون على مستوى الدين اي ممكن يكون على مستوى الصبغي ككل ممكن يكون على مستوى الجينوم بشكل عام هلا بنشوف تفصيلات كل واحد منهم أول شيء على مستوى الدين اي ممكن يكون تغير بنكليو تيد واحد مثل معظم الأمراض الوحيدة المورثة هل هالطفرة هي بالنسبة لها الطفرة الى أنماط أول شغلة الطفرة النقطية وشي اسمه فريم شفت موتيشن هلأ بنشوف شو هنه طبعا الطفرة ممكن تكون نكليو تيد تم استبداله إن شاء الله واحد نحط واحد هاي هاي يعني تغير بنكليو تيد واحد غالب هي طفرة استبدالية إن شاء الله واحد ونحط محله واحد هلأ بنشوف كمان أنماطة وممكن تكون أقحمنا نكليو تيد أو أكتر وأو حذفنا نكليو تيد هاي اللي بنسميها فريم شفت هلأ راح نوضحها أول شيء البونت موتيشن أحد أمثلتها هي فقر الدم المنجلي لما يتغير النكليو تيد واحد هو التامين بالأدينين راح يتغير طبعا بالترانسكريبشن بالانتساخ راح يعطي يتغير الحمض الأميني للفالين فرح يصير عنا مرض الفقر الدم المنجلي إذن شو تم استبدال نقطة واحدة هو نكليو تيد واحد بي 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 بآخر وبالتالي تغير الكودون اللي هو الرامز الوراثي رمزنا لحمض أميني آخر تغير المنتج البروتيني وبالتالي صار عنا المرض هاي البونت موتيشن أو الفريم شفت شغلة مختلفة إذا عنا شايفينها تسلسل مديني طبعا التسلسل مديني راح يرمز لنا لسلسلة من الحموض الأمينية هلا إذا أقحمنا بس نكليو تيد واحد ولكن السيتوزين هون بلاحظين هل راح يصير في شفت لكل الروامز اللي بعدها بدل ما كانت مثلا اي تي جي سي تي تي راح يدخل سي راح يتغير وراها الإقحام هاد كل التعبير المورثي وراهن بلاحظين هتغير الحموض الأمينية كأنه أذحنا الإطار أذحنا قراءة هل أو ترجمة هالروامز هاي وبالتالي سميت فريم شفت موتيشن أو طفرات إذا حتى الإطار إذا عنا نمطين من طفرات هي البونت موتيشن بس تغير عنا نكليو تيد واحد هون أقحمنا أو حذفنا مثل اللي بعدها ملاحظين إذا حذفنا هون لقوانين راح يتغير بعد هالحذف راح يسي في شفت للقراءة هالنكليو تيد هاي والروامز وبالتالي تم إزاحة الإطار بالقراءة هاي طفرات إزاحة الإطار بشكل عام هلأ تأثيرات الطفرات ممكن تكون طفرة سامتة ممكن تكون مغلطة يعني مرضية وممكن تكون هون تفرغ بسموها ننسنس هو رائي أو ليست ذات معنا شو يعني هدو الأول شي سايلانت موتيشن هلأ مثل ما شايفين هون صار في عنا تغير بالنكليو تيد من أدينين للتاينين تعرفوا تغير عنا الرامز بس في عنا أحيانا أكثر من رامز وراث أكثر من رامز برمز لنفس الحمض الأميني تغير عنا الرامز بالديني بس طلع من رمزنا لنفس الحمض الأميني معناتها المنتج النهائي ما تغير لذلك ما رح يتغير شي عند الشخص لذلك سميت طفرة سامتة ما رح تعبر عن شي وهاي تكشف بالصوت في لما نعمل لأن المريض الشخص ما بيشكي من شيء أبدا لأنه ما تغير المنتج ما تغير الحمض الأميني لأنه تعرفوا كلنا نحن في كثير من الروامز أكثر من رامز أكثر من رامز بيرمز لنفس الحمض الأميني تمام هاي سمناها طفرة سامتة تفرق الميسة المغلطة أو المرضية بتكون تغير عنا الحمض الأميني مثلا سيد رين بالأدينين بس تغير عنا المنتج اللي هو الحمض الأميني إذن تغير الرامز أو تغير النكليوتيد أدى لتغير الرامز أدى لتغير الحمض الأميني فطلع عنا منتج مختلف مثل الفقر النمل المنجلي أو معظم الأمراض اللي اللي مرة معنا. إذا هون هي طفرة غيرت هلا في شيء اسمه طفرة هرائية هون تغير عنا للنكليوتيد لرامز رمزنا لرامز سميناه رامز توقف. إذا تغير لرامز توقف را يعطينا راح يؤدينا لتوقف اصطناع البروتين المنتج كله راح يوقف. لذلك هاي بنسميه طفرة هرائية لما راح يطفع المنتج كله بشكل عام البروتيني وبالتالي ما راح تعبر عنا لذا كيسميناها طفرة هرائية هلا في شيء أحيانا أضيف له الطفرة بسموها نيوترال المحايدة شلون يعني محايدة هاي هون تغير عنا نكليوتيد راح يتغير عنا الرامز وتغير عنا الحمض الأميني بس رمزنا لبروتين وظيفته مشابهة للبروتين المنتج الأصلي يعني طلع عنا أنسلين قريب من الأنسلين نفس طلع عنا أي تعبير مورثي قريب ما غير كثير بالأعراض هذا سميناها طفرة محايدة رغم أنه تغير تغير المنتج بشكل عام وتغير إذن هاي الطفرات إذن باختصار مثل ما شايفين هون رمزنا لنفس الحمض الأميني بس كان في تغير الهرائية رمزنا لرامز توقف المغلطة مثل ما ملاحظين تغير عنا الحمض الأميني وبالتالي تغير عنا المنتج وبالتالي صار عنا في شيء اسم سبلاي سايت موتيشن هي طفرات مواقع التطفير حكي عنا بالجلسات الأثناء التعبير الموريس راح يطلع عنا أول شيء الارئيني الارئيني راح نعمل له تريتمت راح نعمل له معالجة طبعا أربع شغلات رئيسية كلكم تعرفوا الكابينغ إضافة الرأس والذيل وقطع الانترونات ولسق لسق الاكسونات هلأ هلأ أماكن التطفير هاي إذا صار فيها خلل بالارئيني هاي بتكون غالبا هالطفرات هي من نوع الفريم شيفت وممكن نصير طفرات طبعا الموضوع فيها يطول هلأ شو تأثيرات الطفرة طبعا ممكن تكون مألا أي أثر مثل ما شفتوا الطفرات الصامت عزي ممكن تكون مفيدة أحيانا إذا كانت هلأ نشوف إذا الطفرة ساعدت على التكيف مع حالة معينة تكيف ضد مناعة مثلا ضد مرض الإيدز فهي طبعا صارت طفرة مفيدة ممكن تكون طبعا ضارة بمثل معظم الأمراض الوراثية ممكن تكون قاتلة إذا شملت عنصر حياتي مثل إصطناع الطاقة شملت تشيب إلى علاقة بآلية بمركز التنفس إذا ممكن تكون قاتلة أحيانا إذن أول شيء طفرات الضارة مثل أمراض سيستيك فبروسيز مثل القلب ينزل إلى آخره ممكن طبعا هاي الطفرات الضارة ممكن تكون مفيدة مثل ما قلنا لما تساعد الخلية على التكيف مع العوامل المحيطة أكثر وبالتالي بتكون مفيدة طفرات نوعين ممكن تكون طفرات تقدمية أو تقهقرية تقدميه لما تكون من 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 والتابي والتابي النمط الشائع بشكل عام يسمون نمط البري لنمط طافر هلا أحيانا نمط هالطافر هاد بسيء عليه طفرة برجعه للنمط الأصلي هذي نسميها طفرة تقاقرية أو رجعته للنمط الأصلي بشكل عام هالطفرات بشكل عام نوعين ممكن تصيب جيرم لاين الخلايا الجنسية على وبالتالي هي تورث للأجيال القادمة ممكن تكون تضيء الخلايا الجسدية منسميها سومتك سيل إذا صار في طفرة أثناء تطور لون القزحية مثلا هذا ما رح يتورث أكيد أما إذا كان صابت الخلايا المنشئة أو الخلايا أو ممكن أيضا تتورث أيضا في نمطين لاستبدال الأسس الأزوتية بالطفرات ممكن يكون انتقال أو انقلاب حسب إذا برميدين ببرميدين أو برميدين بورين كل هذه معروفة طبعا آليات طفرات ممكن تكون طفرات عفوية تصير الحالة وممكن تكون طفرات محدثة كثير هلأ شفته في عوامل من يقول هذا مطفر هذا ممكن وأكبر مثال طبعا الأشعة لهلأ بهيروشيما أو ناقزاكي عم يطلع طفرات ناجم عند تعرض الشوعي القديم وممكن تكون مواد كيميائي بتقول هاي مطفرة أيضا ممكن الإكسري إلى آخر في عوامل كثير بسموها الموتجين طفرات إلى تطبيقات كثير بحياة العملية هاي أحد المنشورات من كلية الطب عن الاندروجين موتيشن كرام طفرة نقاطية المرضى اللي بتلاقي عندهم ما في عندهم شعرانية أو رجال وعندهم تسترون طبيعي في عندهم مشكلة بالمستقبلات الأندروجين وهي إلى تطبيق خاص في العقم هاي طفرات نمطت لأول مرة في أربع طفرات من من سوريا ما كانوا منمطين سابقا ومنشوريين طبعا في طفرات هلأ مهتمين بموضوع قصور المبيض الموكر الإشاع ونحن تعرفوا كل مرض وراثي بسوريا اللي خصوصية بسبب زواج الأقارب بسبب الكلوز كوميونيتي فشائع جدا هو انقطاع الدورة الباكر أو فحاولنا هلأ نشتغل على كل أنواع أنواع الطفرات واحدة منها طفرة الإنهيبين هلأ النو بوكس تقريبا استغلنا على كل الطفرات تبع قصور المبيض المبكرة أحد الحالات الحلوة اللي تمت مع كلية الصغيرة لأنه وجدنا في مرضى عندهم نقص من إنتاج تسترون والإف إس إيش وكل همات طبيعية لقينا في المحور التاني كلنا بنعرف المحور النخامي الوطاء النخامي الخصيوي طلع في محور تاني هو عن طريق الاستوكالسين واستوكالسين بتأثر أي طفرة بخلايا لايدك بالاستوكالسين بنقص الأندرجين وبعملنا عقم ذكري هاي من المنشورة بالأفين وتنوع عشرين هلأ جديد بمجلة بأحدى المجلات المهمة هلا نجي لها الموضوع الثاني هو على مستوى الصبغي هذا مهم كثير وقاله تطبيق عملي لكل الموجودين معظمكم سريريين تعرفوا أن التشوهات الصبغية أو زيوغ الصبغية بتشكل واحد على مئتين من الولادات بشكل عام ربع تقريبا إسقطات متكررة بسبب زيوغ صبغية وتعرفوا بصبغيات كبيرة قد تؤدي لإجهاض يعني ما يكمل الحمل زيوغ الصبغي هي نوعين بشكل عام هي نمريكا العددية وقد تكون بنيوية إذن عندنا نوعين كبار هلأ راح نبلش نوع نوع أول شغلة الصبغيات العددية في عندنا ممكن تكون شيء اسمه أنيبلويدي وبوليبويدي الأنيبلويدي هي زيادة أو نقص صبغي مثل داون سندروم مثل يا زيادة يا نقص إذن صبغي واحد هذا يسموها غير تضاعفية إذن هاي أول شيء الأنيبلويدي البوليبويدي هي زيادة مجموعة صبغية كاملة إذا اعتبرنا المجموعة الصبغية هي 23 صبغية اللي نسمي إن بعلم الوراثة فهي 2 إن 3 إن تترابلويدي إذن مجموعة صبغية كاملة عم تزيد إذن عندنا نوعين أنابلويدي بوليبويدي تمام الأنيبلويدي ممكن تكون زيادة ممكن تكون نقص زيادة مسمي هايبر بلويدي أو هايبو بلويدي طبعا الهايبر أكبر مثال إلا هي ترايزومي داون وإدوارد وباتو وكلكم بتعرفوه هلأ بشكل عام ممكن تكون هايبو بلويدي مثل المونوزومي المونوزومي تقريبا اللي يعيش هو تيرنر متلازمة تيرنر إذا كان عندنا نقص صبغي جسمي ما يعيش الجنين أو أكثر من صبغي هلأ طبعا هاي أمثلة للترايزومي رح أستعرضها بسرعة مشان هلأ بشكل عام المونوزومي أهم سبب إلا هي أثناء الانقسام هو عدم الافتراق أو عدم أو يعني خسارة أثناء الأنفاذ واحد ضاعها لها بنشوف طبعا ترايزومي حتما هي النون ديجنكشن البولي بلويدي ممكن تكون احتباس الكورية القطبية أثناء الانقسام أو التلقيح بأكثر من نطفة تماما أو أنه تلقحت وما وهي أصلا ديبلويد الخلية البيضية تذكروا كلكم الانقسام الوقت بصير الافتراق بصير مثل ما تعرفوا أثناء الانقسام بمرحلتين الانقسام المصطفي الأول بتنقسم الصبغيات المتناظرة بالانقسام الثاني بسموها الصبيغيات المتأخية اللي اللي بنقسموا فبطور الافتراق هو هذا مثل لعبة شد الحبل تعرفوا بالسنترومير بنقسم أحيانا إذا الاثنين راحوا بجهة واحدة بالمرحل الأولى أو الثاني ممكن نصير عنا نندس جنكشن وبالتالي بيطلع عنا هون تريزومي وهنيك مونزومي مثل ما شايفين بالمخطط إذا صار بالانقسام المصطفي الأول الأربعة رح يطلعوا أنيبلويدي إذا كان الثاني ممكن يطلع نصف الأعراسية أو نصف المونتاج أكبر مثال داون داون هو مثل الطفل المنغولي الطبيعي تريزي في الصبغي الثالث ما راح أدخل فيها داون أو إدوارد للصبغي 18 أيضاً طبعاً داون الصبغي 21 تثل الصبغي 21 إدوارد له صفات كثيرة ولي حسن الحظ ما يعيشوا ما داون يعيشوا للأربعينات بأغلب الأحيان منا باتوا تنادر باتوا للصبغي 13 ولي حسن الحظ كل هاتى شوها صارت تكشف بالأمواش فوق الصوتية ويشك فيها وهلأ بالنان إنفيزي بمحاضرة جنتي كونسلينغ صار بالإن آي بي تي بينكشفوا هاي بسهولة جداً بفحص الدم أو عزل الخلايا الجنينية من الدم هذا تنادر باتوا كلام فيلتر سيندروم بيكونوا طبيعيين عندنا طلاب طوب عندهم كلام فيلتر وزكاء طبيعي فبس عندهم قصور بالناحية الجنسية تثدي إلى آخره ما رح ندخل بالأعراض تيرنر أيضاً بميزة هاي الرقبة المجنحة يعني اللي بشوفه وتباعد حلمتي الثديين اللي بشوفه مرة ما بينسها أبداً تربل إكس سيندروم بيكون شكل طبيعي وجميلات جداً بس عندهم نقص بمستوى الذكاء هذول أيضاً شائعين هلأ الفرط الذكورة هذول أغلبهم بيكونوا معنفين لزوجاتهم وأغلب الموجودين بالمشاجرات في السجون بيكونوا إكس واي واي تمام هاي من الحالات اللي نشرت أيضاً من كل الطب واحدة إكس إكس واي واي هاي من الحالة النادرة أنه عندها صبغين زيادة يمكن دكتور مازن يعرف الحالة إذا موجود قاعد يمكن يعرف الحالة من الحالات أيضاً اللي يمكن نشرت وحالات نادرة بالعالم نجي لموضوع هذا هو القسم الأخير هي هي التشوهات البنيوية هاي بتمنى أنه تنتبول هاي بشكل عام أربعة رئيسي وهلا بشوف في شغف عيه يا أما ديليشن خبن خبن الشيء يعني أخذوا حقه أو حذف الخبن أو ديليكيشن هي التضاعف أو إنفيرجن انقلاب أو ترانسكيشن بأول تنتين رح نلاقي في خلل بالمادة الوراثية يا زيادة يا نقصان أما بالإنفيرجن من ترانسكيشن في مادة الوراثية بالمجمل عند شخص تكون ثابتة طبعاً في عنا الأيزو كروموزوم رح نحتي عنه شوي الدليشن معروف اسمه أنه في قسم منها الصبغي ومن الواد الوراثية راح هذا هو الدليشن مثل ما شايفين هون تحت قسم من المادة راح وطبعاً كثير من الأمراض ناجمي عن دليشن من قسم الدليشن ممكن يكون طرفي ممكن يكون يعني خلالي طرفي بده بده قطع واحد أو كسر واحد للصبغي أما داخلي بده اثنين مثل ما مثل ما شايفين وتمام هلأ أحد تطبيقاته هو تنادر مواء القطة اللي بصير تليهم بالحنجرة وبصير الصوت الطفل مثل صوت القطة بشكل عام هلأ أحد الأمراض الوراثية بما فيها الخبن خاصة للصبغي شائع جدنا هذه الدراسة في 2013 على ما أظن كان في التعاون مع مركز المخص العلمي ومع مشفى الأسد جامعي على 800 مريض آزوسبيرميا طلع نسبة الدليشن عشرة بالمئة عند مرضى الآزوسبيرميا للصبغي نسبة عالية جداً بصراحة وممكن دكتور مازن حتى مشارك فيها فهذا فشائع جداً أولا في أمراض تكيشها الخاصة بموضوع العقم الدليشن فيه له كثير بهمنا أنه يكون الكل يعرف هلأ للدليكيشن دليشن ليش مهم بالعقم لأنه أحيانا الأسد او بي سي إذا عرفنا وين مكان الدليشن بنعر بنريح المريض من إذا كان بالمنطقة السي هذا ممكن يطلع عنده نطاب إذا بالأي والبي هذا حتماً ما عنده ما في نداعي نعرض ولا خزعات ولا إجراءات مثل ما كان يصير فهو حقيقة كوست افكتف هال الاختبار هذا وريح كثير من مداخلات غير ضرورية للمريض لذلك هذه الدراسة يعني وجهت الناس وغيرت من من الممارسة أنه خلص تعمله الواي كروميزوم ميكرو ويعرف أنه منطقة إذا كان سي هذا ممكن يجيب أولاد إذا أو بي خلص وقف ومع تعمل شي لأنه حتماً ما في عنده سبير متوجينيشن مثل ما شايفين أنه أطعم من الصبغي تنفصل وتضاعف ترجع تدخل يعني في عنا أطعم وضاعفة من الصبغي طبعاً هذا واحد يقول ما في خسارة أحياناً إذا كان التعبير المريض التعبير كمي ينجم عن إنتاج شيء معين قد يزيد ويعمل فرض وإلى بعض يعني هي أقل من غيرها بالنسبة للأذيات فإلى أحياناً بعض التعبير الغير يعني أقل من غيرها أذية أو أعراض خارجي هو قسم مثل ما شايفين قسم من الصبغي بينفصل وبينقلب وبالتالي رحي إذا كان هالقسم المحل من منطقة الإنكساء أو الانقطاع يعني شمل كان بنص أو مرة يمكن تغير التعبير ويتغير السلسل الدئنية وبالتالي أيضاً تكون هاي نوعين ممكن تكون يعني حول يعني شامل القسيم المركزي وممكن تكون جانبية طبعاً مثل ما شايفين هون آلية فإذا الانقلاب هو عبارة عن يعني عبارة عن قطعة نص صبغي انفصلت وانقلبت مئة وثمانين درجة ورجعت ندخلت لجوه مثل ما شايفين هون الانفرجن باريسانتك وباريسانتك وبشكل واضح الانفرجن مثل ما شايفين هون هذا الانقلاب الانقلاب هذا نفس الشيء بالأول بالأول هو باريسانتك وبالثاني والثالث هو باريسانتك ترانسلوكيشن ترانسلوكيشن هو عبارة عن الإزفاء أو تبادل المواضع ترانسلوكيشن الطعام من صبغيين صار في انكساب صبغيين وصاروا تبادل بالمواضع هذا نسمي الإسفاء أو تبادل المواضع هذا ممكن يسمون ممكن يكون ريسيبروكل متبادل لاحظين هذا هو ترانسلوكيشن ممكن يكون ريسيبروكل يعني صبغيين مختلفين إذن ممكن يكون متبادل وهون قد يكون شخص يستفسه ليش كمشي لأنه ما عنده أي تغير يكون بالمادة الوراثية بس إذا صار في سبيرماتوجينس أو أوكوجينس أو تشكل أثناء تشكل البيضات والنطاف رح يصير في تغير بالمادة الوراثية مثل ما شايفين هالصبغيين هون قبل التبادل كيف صاروا بعد التبادل هلأ هاي أحد الشغلات أيضا في بعض الصبغيات خاصة شملة صبغي إكس بالريسيبروكل ممكن تساوي عقم هاي من الحالات مشهورة باللايف سينس على ما أظن ملاحظين بين الصبغي إكس والصبغي تاسع التاسع من الحالات النادي رحل هلأ الروبرتسينيان ترانسلوكيشن كثير من شوفه هو الترانسلوكيشن اللي بيكون قريب من القسيم المركزي بالصبغيات الطرفية جسم المركز لهم خمسة إذن بيكون صبغي طرفي والانقطاع رح يكون قريب من الجزائي المركزي ملاحظين ذراعين الطويلين بيأيوا مع بعض تقريبا وصغار الصغيرين غالبا يضيعوا غالبا يروحوا بتلاقي كأنه ناقص صبغي بس هو فعليا ما نو ناقص صبغي هاي ترانسلوكيشن هاي من الحالات بين 22 وصبغي 22 الحالة من اللادئية صبغي ملاحظين 22 جايين طلعت روبرتسينيان ترانسلوكيشن هاي صبغي 22 طبعا بعتنا للطاقة زريع بملوينات خاصة تأكدنا أنه هذا مانو ايزو كروموزوم لأنه كثير بيشبهوا أحيانا والحالة كانت طبعا هاي الحالة هو بلس كيس هاي أثناء الغسام نصف يا بيجي هون اثنين وهني ولا شي فهي احتمال أنه تأنجب طبعا عندها سبع إسقاطات يموت الولد كمان يعرفها لأنه هاي الحالة حتما ما رح ومنشورة طبعا أيضا ما رح على الباب ما رح تأنجب لأنه كل البيوت رح تكون عندها مصابة للأسف شديد هاي روبرتسينيان ترانسلوكيشن فهمنا هو بالصبغيات الطرفية يكون الانقطاع قريب من القسيم المركزي بفيلة تلفيا مثل أحد الأمسي على ترانسلوكيشن بين صبغي التاسع واثنين عشرين بظن الكل بيعرفوا باعتبار الانسيرشن يعني هي عبارة عن صار شي خارجي أنه الطعام من صبغي تفوت على الثاني الثاني رح يكون تقريبا مضاعف والهون رح يكون في عنا خبن هاي أحد التعبيرات اللي رح تشوفها الايزو كروموزوم الايزو كروموزوم لاحظنين أثناء الصبغيات المتآخية الصبيغيات المتآ في هذا الأثناء الإنقسام بدأ من أن يصير إنفصال طولي عام يصير عرضي تمام عام سير في النقسام عرضي وبالتالي عام يروح الزراعين الطويرة إلى حال والقصيرين إلى حال أحيان الأحيان الزراعين القصيرين ممكن كمان يروح هادا هو الصبغي من الطرفين و يجتنين يلتحموا ليصير في عنا شي اسمه والعيزو كروموزوم اللي هو الكروموزوم او الصبغي الحلقي تمام شوفوا احد الكاريتاب اللي فيه رنج كروموزوم ايضا هادول ايزو كروموزوم والرنج كروموزوم يعني اقل شيوعا هلا هيك لحتى نعمل عصف ظهني فينا نذكر كل هالتشوهات البوليوية ملاحظين اول واحد شو هاد ديليشن التاني والثالث ايضا ديليشن طرفي تمام اللي بعدن لاحظين او اقحام اللي بعدن انقلاب تحت شو هدول تحت روبرت اخر واحد هو اسهل شي دكتورة تمام اذا هذا هي بشكل عام انا بقول دائما مشان بحب هالجملة what your brain doesn't know your eyes can't see اذا احنا ما بنعرف هالتشوهات والطفرات هاي راح نشوفها وما نعرفها لذلك مهم جدا نكون مطلعين عليها بالتفصيل وشكرا جزيلا وعذرا للإطالي شكرا اكتاز مروان على المحاضرات المحاضرة المويزة مثل العادة والمعلومات المفيدة اللي غميتنا فيها